المزيد معنا من الخرطومة صحفي محمد الطيب إذن محمد قبل ساعة كنت تقول أن هذه الهدنة ربما تكون كسابقاتها حتى لو كنا في أيام عيد الأطحى أو أول أيام عيد الأطحى كان ذلك أيضا المشهد ولم يختلف منذ عيد الفطر تفاصيل أكثر حول هذه الاشتباكات تفضل مرحبا بك وتحياتي لك ولمشاهدين ما زال الهدوء والترقب الحذر يسود في مدن العاصمة الثلاثة بعد الاشتباكات التي تفضلت بذكرها قبل قليل ولكن بالإمكان القول أن الأجواء هادئة والهدنة تمضي بشكل متماسك حتى هذه اللحظة ربما يشعر بها السودانيون من من تبقى فرصدنا حركة طفيفة في الشارع لربما المعايادات بين المواطنين من لم يتمكن طبعا هذه الغالبية العظمى من شراء الاضحية هذا العام بسبب الأوضاع الأمنية التي تجري في القرطوم ربما أيضا تحول العديد من ساحات صلاة العيد إلى مساره عسكرية أيضا الساحات التي اعتاد السودانيين على شراء الأضاحي منها أيضا بدأت خالية اليوم بحسب مصادرنا هناك بعض الأسواق في شمال أمدرمان يمكن شراء الاضحية منها تحدثنا إلى بعض تجار المواشي عن ربما أسباب حسار عداد المشترين هذا العام تحدثوا إلينا أن الأمر يخص القرطوم بسبب أعمال النهب والسد فلذلك لم تأتي العديد من الأضاحي إلى القرطوم أيضا باعتبارات أنها تأتي من مناطق غربي السودان ومعلوم لدينا الوضع الأمني هناك لذلك يصعب إيصالها إلى القرطوم وإذا وصلت فإن المواطن واجه بشبح غلاء الأسعار ليس أسعار الأضاحي فقط وإنما غلاء أسعار معظم السلع الغذائية ولكن بالمجمل بالإمكان القول أن هناك حركة طفيفة البعض يعني حركة المواصلات يعني حركة السيارات الخاصة ربما يغادرون القرطوم لاستثمار هذا الهدوء لأن لا نعلم ماذا سيحصل يوم غد فبالتالي فضل العديد مغادرة القرطوم في ظل هذه الأوضاع الأمنية المعقدة فيما يخص دعوة قائد الجيش الأمس في خطابه بحمل السلاح لكل من يستطيع لقد هذه الدعوة تداولا كثيفا في وسائل التواصل الاجتماعي بين مرحد بها وبين مستهجن في أنها ربما إشارات لتراجع موقف الجيش في العمليات العسكرية في ماضي الأيام شكرا جزيلا لك من الخرطوم الصحف محمد الطيب شكرا جزيلا